لا يعرفون معنى العيد إلا في متارس الشرف والبطولة ولهم موعد في عيد التحرير الأكبر بصنعاء لا يرونه بعيدا هم أبطال الرباط في الجبهات حراس الثور وحمات الحمة الذائدين عن حياض الكرامة الذين لا يبرحون مواقعهم في أي عيد ومناسبة هناك حيث وكر النسر وعرين الأسد يقيمون أعيادهم بين رقصات البنادق والنصال وسيمفونيات بديعة من الزوامل الجديدة والمدوية في حناجر الرجال سنوات الرباط وشجت بينهم عرى الروح العائلية وأواصر الإخاء والقرب الوطنية وكلما حل عيد في المدن والقرى حرسوه من الغدر الحوثي واغتيال الفرحة فتم سرور اليمنيين بهم في كل عيد ولولا هم في المتادس مكتمل عيد ولا حل بأمان وهم يعتبرون الوطن العيد والبيت والعائلة إنهم هكذا دائما أكبر من أن يحتويهم جدران منزل وأوسع من أن تؤطرهم حدود الأسرة الأهلية وأبواب البيوت المغلقة وهم هكذا لا يرقبون مكافأة إضافية في رباط العيد ولا يستشعرون وجودهم الحي والحقيقي إلا في مرابع الفروسية ومواطن النضال على مدار العمر ومن يرابط في العيد فقد أجزل التضحية وآثر الزمهارير على الظل والسهد النبيل على غفوات العيد اللذيذة ولله درهم لا يترجلون عن صهوات جبل أحد إذا هبط الرمات وادي الغنيمة ولله جهادهم لا يرون في إجازة العيد إلا اغترابا عن ذواتهم التي لا يحلو لها العيش إلا في ظل التضحية تحية كرام وإجلال ولأولئك الأبطال ومشاهدين الكرام ينضم إلينا عبر الهاتف العقيد عبد الباصط البحر مرحبا بك سيادة العقيد وكل عام وأنتم بألف خير هل لك أن تصف لنا أجواء العيد بمحافظة تعز وفرحتهم العيدية التي انتزعوها من أنياب المآسي رغم الحصار المفروض عليهم للعام التاسع على التوالي من قبل ميليشيا الحوث الإرهابية حياكم الله تحية لكم وعبركم للمشاهدين وللأبطال الميامين في القبهات والميادين عيد مبارك علينا وعليكم أجمعين نهنئ ونبارك للأبطال في الميادين وللرجال في كل ثغور الوطن وهي أيضا باسمنا جميعا إلى القيادة السياسية والعسكرية العليا لليمن وكل عام وأنتم والوطن بألف خير الحقيقة أخي الكريم العيد في تعز يأتي بسعادته وبفرحته وبمراسيمه التي يعني تكون أكثر لدى النساء والأطفال هؤلاء فرحتهم بالعيد غامرة ويعني مراسيمهم الخاصة بهم ولهم مراسيمهم الخاصة بهم تعز رغم الحصار ورغم الفاقر ورغم المعاناة ورغم الحرمان من أبسط ضرورات الحياة الحوثي يمنع حتى وصول المياه إلى تعز مع ذلك أبناء تعز انتصروا على الحصار وحققوا الانتصار ولم يستطع العدو أن يحرمهم الابتهاق وفرحة ولذة الحياة وصناعة الحياة وصناعة الفرحة الحياتية بهذا العيد البهيج عيد الأضحى المبارك 1444 هجرية الناس جميعا في الأسواق في المتنزهات على دراء قمم قبل صبر الشامخ في وديان الضباب وأرياف تعز الخضراء البهيجة تخرج الأشر لتتنفس ولتشم الهواء ولتغير الأقواء وتنعم بهذه الفرحة العيدية السعيدة رغم كما ذكرت لك شحة الإمكانيات رغم المعاناة إلا أن أبناء التعز يعني سعداء ومسرورين وصنعوا فرحتهم الخاصة بهم بإمكانياتهم الذاتية على قل الذات ليد على صنعوا الفرحة بالموجود وبما تيسر ولم يستطع العدو أن ينتزع هذه الفرحة من الأطفال ولا من النساء ولا من الرجال الجميع هنا يعني سموا مع الآفاق الروحانية للعيد ول البهيج ولهذه السعادة والفرحة المتكررة العائدة بالسرور وبالبهقة وأيضا الأعراس الأعراس في كل شوارع ومدن واحية وقرى تعز كما هي العادة في مثل هذه المناسبات العظيمة والقليلة أن يعود الأهل ويعود المغترب ويعود الجميع إلى ديارهم وإلى أهليهم وأن تكون هناك المناسبات الاجتماعية والزيارات العيدية والتبادل والتهادي والتزاور والأعراس وغيرها من المناسبات فبكل معاني العيد البهيج تعز تعيشه بكل معنى وبكل فرحة وبكل سعادة وسرور وحبور وتهنى الجميع بهذا العيد وأيضا أيديها على الزناد لأي حادث أو لأي طارق جديد سيادة العقيد ماذا عن أبطال الجيش الوطني المرابطين في الجبهات وهم بعيدون عن أهلهم وذويهم هل هناك أو هل لك أن تصف لنا أجواء عيدهم في الجبهات؟ أما أبطالنا أما أبطالنا الميامين أما أولئك الأحرار الذين ينتشرون لتأمين ثغور وطرقات المدينة نقبل قباههم هؤلاء تيجار رؤوسنا نعتز ونتشرف ونفتخر بهم هؤلاء مكانتهم عند الله وعندنا يعني عالية الرفيعة هؤلاء نكن لهم وممنونين لهم بسعادتنا وفرحتنا العيدية أبطالنا اليوم وفي هذا العيد البهيق يحتضنون السلاح نعم يحتضنون السلاح بدلا من احتضان صغارهم اليوم يتكأ الأبطال على الكلاشينكوف عوضا عن حضرنا الأم وعن حضرنا الزوجة اليوم أبطالنا يطوفون لتأمين الثغور والجبهات والطرقات عوضا وبدلا عن الطواف على الأهل والأقارب والأصحاب اليوم الأبطال في كل الثغور في كل الجبهات يتلقون الرصاص بدلا عن تلقي الهدايا والحلوى والمكسرات والذهاب إلى الأعراس اليوم أبطالنا يلبسون الميري البيق والكاكي بدلا عن ثياب البيض وثياب العيد الجديد اليوم أبطالنا يعني يضحون براحتهم بأرواحهم بسعادتهم بعيدهم بين أهلهم وأقاربهم ليحموا سعادة الآخرين وليحموا المدنيين ولينعم الأبناء تعز جميعا وأبناء اليمن بالعيد السعيد هذا العيد السعيد لا ننعم به إلا بفضل قهود أولئك الرجال الأبطال الذين ضحوا من أجلنا ضحوا من أجل بلادنا وضحوا بأرواحهم في الطرقات وفي الثغور وفي الجبهات من أجلنا من أجل أن تحيا بلادنا فلا تموت ماتوا من أجل أن لا نموت نحن ضحوا من أجل أن نسعد نحن فلهم منا كل التحية ولهم منا كل الإجلال والإعزاج والإكبار وهم في قمم القبال وفي بطون الأودية وفي السهول وفي الصحاري وفي السواحل وفي القزر تحياتنا للجميع تقبلاتنا للجميع نهنيهم بهذا العيد السعيد نقول كل عام وأنتم يا أبطالنا يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن جيش وداخلية بخير وسلام ووئام وصحة وعافية عيدكم مبارك كل عام وأنتم والوطن وكل أبناء اليمن في خير وفي نصر وفي ازدهار وفي استقرار واللعنة على العدو الغادر الجبان الذي يستغل مثل هذه المناسبات للقيام بأعمال عدائية ولتصعيده من أعماله القتالية فلتكونوا يا أبطالنا على أهبة الاستعداد والجاهزية ولتحذروا غدرات العدو فإنه يتربص بكم الدوائر فلتأخذوا أسلحتكم ولتأخذوا حذركم ولتكونوا عيوننا الساهرة الله معكم الله يرعاكم ولن يلتكم من أعمالكم شيئا وكل عام وأنتم بخير سيادة العقيدة شكرا جزيلا شكرا لانضمامك معنا في حلقة اليوم شكرا لانضمامك 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 شكرا